أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الدولة اتخاذ تدابير ممكنة من أجل تقليل حدة التأثيرة السلبية للأزمة العالمية الرهنة ولا سيما ما يتعلق منها بتوفر مختلف أنواع السلع الأساسية جاء ذلك خلال ترأسي الاجتماع الخامس للجنة لمواجهة تأثير الأزمة العالمية الرهنة على السلع الاستراتيجية حيث أوضح مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وللمحافظين بدرورة العمل على ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات خلال الفترة الحالية